السلام عليكم ورحمة الله عملية تحريك السيارة مش أمر بسيط أبداً ولكن هي عملية معقدة جداً بتحتاج لعمل كتير من الأجزاء مع بعضها بشكل متكامل ولو اتعرض جزء من الأجزاء دي لمشكلة ما فهيختل عمل السيارة أو على الأهل هتظهر أعراض مزعجة للسائق أو لركاب أو الاتنين ويعتبر عمود الكردان واحد من الأجزاء المهمة واللي بتلعب دور مهم في تحريك السيارة وبما أني في كتير من الناس ما تعرفش إيه العمود ده وإيه وظيفته ففي حلقة النهاردة هنتعرف على عمود الكردان وأنواعه وإيه هي أهم العلامات اللي بتدل على تلفه ايه هو عمود الكردان أو عمود الدوران؟ عمود الكردان أو عمود الدوران أو الكارد شيفت عبارة عن قضيب أو عمود طويل مصمم لنقل عزم الدوران من نقل الحركة أو الجير للدفرنس الخلفي في سيارات الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي ومعظم السيارات الاقتصادية ذات الدفع الأمامي مفهاش عمود دوران أو عمود كردان طويل علشان كده بيتم نقل عزم الدوران للإطارات الأمامية من خلال ما يسمى بنص عمود وغالبا بتتوصل بعمود الكردان بعض الوصلات والحاملات واللي بتختلف باختلاف تصميم الشركة المصنعة طيب إيه هي أنواع عمود الكردان أو عمود الدوران؟ عمود الكردان في منه 3 أنواع نوع لسيارات الدفع الخلفي أو rear wheel drive ونوع لسيارات الدفع الرباعي أو four wheel drive أو الدفع الرباعي المستمر أو all wheel drive ونوع لسيارات الدفع الأمامي أو front wheel drive أولا سيارات الدفع الخلفي أو rear wheel drive واللي بيرمز لها بحروف RWD في سيارات الدفع الخلفي بتوفر الإطارات الخلفية الطاقة لتحريك السيارة لأن عمود الكردان أو عمود الدوران الطويل بيكون مرتبط أو متوصل بنائل الحركة أو الجير من جهة أو طرف ومن الجهة التانية أو الطرف التاني بيكون مرتبط أو متوصل بالديفرنس وغالبا في النوع ده بيكون عمود الدوران منقسم لجزئين متصلين ببعضهم من خلال جزء صغير بيسمى الصليب واللي بيساعد على تحريك عمود الدوران بحرية وكمان لطول عمود الكردان ففي جزء تاني بيسمى الشيال ومهمته هي حمل أو رفع تثبيت عمود الكردان أو عمود الدوران ثانيا سيارات الدفع الرباعي أو الفور ويل درايف واللي بيرمز لها بحروف فور دابلو دي والدفع الرباعي المستمر أو الأول ويل درايف واللي بيرمز لها بحروف اي دابلو دي في سيارات الدفع الرباعي بيكون فيها عمودين دوران الأول نفس عمود الدوران الموجود في سيارات الدفع الخلفي والتاني عمود دوران أمامي إضافي متصل بالدفرس الأمامي سالسا سيارات الدفع الأمامي أو الفرونت ويلدرايف وبيرمز لها بحروف FWD في سيارات الدفع الأمامي بتوفر الإطارات الأمامية الطاقة لتحريك السيارة وبدل ما يكون موجود عمود كردان أو عمود دوران بتكون جميع المكونات أو الأجزاء في مقدمة السيارة طيب إيه هي علامات تلف عمود الكردان أو عمود الدوران؟ لأن عمود الكردان أو عمود الدوران بيدور بسرعة فهو قادر على تحريك إطارات سيارتك وممكن يؤدي أو يتسبب عمود الدوران السيء أو التالف لصعوبة التحكم في سيارتك ولما بيبدأ عمود الكردان أو عمود الدوران في التلف فقدرة السيارة عندك هتضعف وهتبدأ تظهر المشاكل وفيه 3 علامات بتدل على تلف عمود الكردان أو عمود الدوران 1- اهتزازات أسفل السيارة من العلامات الشائعة لعمود الكردان التالف وجود اهتزاز شديد جاي أو صادر من أسفل السيارة وممكن تسبب الوصلات المتحلكة في اهتزاز عمود الدوران كمان ممكن يؤدي الأمر ده لضرر أكتر لنائل الحركة أو الجير والديفرنس اتنين صعوبة توجيه السيارة لو حاولت الانعطاف أو الدوران بسيارتك وملقتش الإطارات بتستجيب زي ماهو مفترض يحصل في العادي فممكن يكون عندك مشكلة في عمود الدوران وممكن تمنع الوصلات التالفة توجيه الإطارات بشكل صحيح واللي يخلي من الصعب التحكم في السيارة وهتلاحظ ان فيه مقاومة كتيرة أو كبيرة أثناء محاولتك الانعطاف أو الدوران والمشكلة في الحالة دي خطيرة ولازم تقوم بفحصها فورا ولو كان من الصعب تدوير أو لف عجلة القيادة أو الديركسيون فممكن تحتاج لفحص مضخة التوجيه الكهربائي ثلاثة سمع صوت عالي عند التصارع لو سمعت صوت عالي عند التصارع بصيارتك فدي علامة تانية على تلف عمود الكردان أو عمود الدوران وممكن تؤدي وتتسبب الوصلات التالفة لصدور صوت عالي غير طبيعي طيب إيه هي أسباب تلف عمود الكردان؟ لما بيحصل تصادم للسيارة مع الجزء السفلي بسبب الاحتكاك في المطباط العالية ممكن يتسبب ده في كسر أو انحناء في عمود الكردان واللي هيتسبب في تلف تقاطعاته كمان عند عدم تزييد التقاطعات دي بانتظام فده ممكن يؤدي لتلف المحامل وكمان لو تم تجاهل تزييد تقاطعات الكردان في الوقت المناسب فهيؤدي ده لتلف محامل الكردان المتقطعة وكمان ممكن يحصل تلف عند استبدال الصلبان مع بعضهم وكمان عند تضرر الشيال أو كرس النص فده هيؤدي لعدم توازن والضراب أو عدم استقرار في دوران عمود الكردان كمان في حالة تلف أي صليب من الصلبان فممكن يؤدي ده لانكلاب السيارة لقدر الله خصوصا عند السرعات العالية ولو حصل فصل لصليب من الصلبان عن عمود الكردان فلازم توقف السيارة فورا وما تقومش بتشغيلها طيب هل أقدر أقود السيارة عند تلف عمود الكردان أو عمود الدوران؟ ممكن تقود سيارتك مع وجود عمود كردان سيء أو فيه مشكلة ولكن من الأفضل أنك ما تقومش بالأمر ده لفترة طويلة ولو انفصل جزء من عمود الدوران فهتفقد الطاقة أو الدفع فورا وممكن يسقط ويتحرك أسفل سيارتك واللي هيخلي الحركة للأمام صعبة كمان فيه احتمال كبير بأنه يتسبب في أضرار كبيرة في الجانب السفلي في سيارتك وخليك فاكر أن لو كان أحد الأطراف لسه متصل بالسيارة والجزء أو الطرف الثاني انفصل من مكانه فهيستمر في الدوران لفترة بسيطة جدا ويقطع أو يكسر أي شيء في طريقه وممكن يتسبب في انقلاب السيارة لقدر الله في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا ووضحنا أكثر المعلومات الضرورية عن عمود الكردان أو عمود الدوران وأنواعه وعلامات تلفه علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تحدد إذا كنت محتاج لإصلاحه شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة